باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سم من مام غير املت صعب باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سم من مام غير املت صعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كرمت الآن واللي بقرب السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم DMC أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وأن يكشف الله عننا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم وحفظ رئيس جمهورياتنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعين رعايتك وأمده بمددك وانصره على أعدائه وفقه لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وصلاتنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم هي طبعا عاوز أبدأ برسالة قرأتها على الحال السوشيال ميديا وعجبتني جدا من أحد الدكاترة المتخصصين في علوم الشريعة واللغة العربية وهو الأستاذ الدكتور أحمد عادل بيرد فيها على واحد في حوار عن موضوع فوائد البنوك بس عجبني الحقيقة الخطاب وحقول بس جزء منه لأنه نطيف جدا واستدللاته الحقيقة أكثر من رائعة بيقوله إيه بيكلم بيكلمه بيقوله بيكلم واحد الظهر كان ليه رأي تاني أنت عارف حضرتك الموضوع بيستهوى النابتة الموضوع بتاع تحريم فوائد البنوك كل واحد عاوز يستعرض غيرته على الدين يحاول أن هو يزايد على الناس ويشكك الناس في أكلهم وفي شربهم وكلام منه وهذا كلام خطير جدا يعني غير مقبول لذلك أنا عاوز أقول برضو قبل ما يفوتني الكلام ده أنا عاوز أشكر الأستاذ الدكتور مبروك عطية الحياة طبعا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويبارك فيه كنت أنا قبل كده هنأته أول ما خد لسانس الشريعة والقانون تعكلت الشريعة ومدحت فيه العزيمة والإصرار والمثابرة على تحصيل العلم مع أنه أستاذ ورئيس قسم يعني أستاذ وعميد كلية في اللغة العربية لكن أصر أنه هو ياخد لسانس الشريعة والحقيقة طبعا خد لسانس الشريعة بفضل الله وشغال دلوقتي بيحضر للدراسات العليا في الشريعة كلام جميل جدا وكلام موزون وكلام فهو الحقيقة يعني قال في شخصي كلاما طيبا أشكره عليه وربنا سبحانه وتعالى يدي له الصحة ويعينه ويأداره على أنه يقول كلام طيب في صالح الأمة وهو ده اللي عمله الراجل على دماغي من فوق وقال الكلام بيقول يعني يا ناس ياللي بتحرموا فوائد البنوك الكلام ده يعني قاله الشيخ شلتوت وقاله الشيخ عبد الحليم محمود وقاله هيئة كبار العلماء وقاله مجمع البحوث الإسلامية وقاله سباحة المفتي وقال له من عاوز أسألكم سؤال سؤال بسيط بصبا الدكتور مبروك عطية كان موفق للغاية في هذا الكلام قال له من عاوز أسألكم سؤال بسيط أنتو حضرتكم كلكم كده أول ما سمعته قعدتو حقدين إيديكم على خدكم لحد ما سماحت المفتي طلع وقال لكم رمضان حيكون يوم كذا رمضان بكرة فعلى طول أول من المفتي قال لكم رمضان بكرة كلكم بدأتوا تصوموا بلا استثناء وما فيش كلام لأن المفتي حدد لكم بداية رمضان جي في موضوع البنوك لما المفتي قال لكم أن فلوس البنوك حلال وأن البنوك ما فيهاش ربة وأن هذه المسائل ما فيهاش ربة رحتوا حضراتكم وقلتوا لا المفتي ما بيعرفش المفتي ما بعرفش إيه إحنا نرد على المفتي وطلع كل واحد يعني الحقيقة يعني أنت فاهم أنت خش على السلوشال ميديا شوف الناس الأشكالهم عاملة إزاي كل واحد فاكر أنه هو الإمام اللي معرفش إيه يا جماعة تم حضراتكم اصبروا وتمهلوا على روحكم إيه الطريقة العجيبة دي يعني كل واحد بيحاول أنه هو يقولك أنه أنا اللي فاهم وكله بيفتي وكله بيفتي إيه في مسائل اقتصادية ومسائل بنكية يعني يا ريت حضرتك المسألة طب أنا بافتي عشان عضو الهيئة الشرعية بهيئة سوق المال يعني أنا عضو الرقابة الشرعية ده شغلتي شغلتي دي أنا عضو الرقابة الشرعية رقمي 22 للي عاوز يراجع في هيئة سوق المال طبع هيئة الاستثمار حضرتك تروح وتشوف بنفسك فطبعا ده شغلتي أنا عارف كيف يدار العمل البنكي إنما التاني بقى حضرتك كل اللي بيقرأوا بيقرأوا مسائل فقية لا علاقة لها بالواقع خلاص في الموضوع البنكية وموضوع الاقتصادية لأن البنوك من الأمور المستحدثة حاجة جديدة ما يعرفوش عنها حاجة وأحكام الفلوس أو أحكام أوراق البنكانوت ده موضوع جديد خالص خالص على الفقه الفقه ما يعرفوش تماما ما فيش عندنا حاجة اسمها أوراق البنكانوت نهائي طبعا كله حيحاول بقى يستعرض عضلاته البيزنطية بإنه هو يحاول يلزأ الكلام علشان يجيبه موجود في الفقه الإسلامي لكن عموما خلينا في المهم فإن تقبلت الدكتور مبروك عطية مشكورا جزاه الله خير وربنا سبحانه وتعالى يوفاوا لخدمة الإسلام والمسلمين وخدوا بالكو إحنا لما بنمدح في حد لهو مضيلي على بياض ولا أنا مضيلي على بياض يعني الدكتور مبروك عطية لو لقاني غلطان في حاجة لازم وحتما يقول على الهوى ما يتصلش بي بالتليفون لأن طالما غلطت على الهواء مباشرة يعني غلط عام لازم الدكتور مبروك عطية يردني غلط عام يردني برد عام وأنا كذلك لو لقيت الدكتور مبروك عطية في نظري أخطأ في موضوع على الهواء لازم أرد عليه على الهواء يعني تفتكروا أن ده اتفاق أن إحنا الاتنين حنغطي على بعض أو لا كلام ده حاشا لله هو أكبر من ذلك بكثير وله مكانته فوق رؤوسنا فطبعا بيقولك يعني أنتو حضراتكم سمعتوا كلام مفت فروكني من أركان الإسلام وجاي حضرتك بتغلطوا في البنوك يعني أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني أنت بتصدقوا هنا وما بتصدقوش هناك يعني هنا بتقول عنه أنه عالم وهنا بتقول عنه لأ ده جانب الصواب يعني هنا بتتهموا أنه هنا بتمدحوا وتقول أنه احنا حنصوم وراء لأنه ده وليه الأمر عندنا في المسائل الشرعية والدينية ولا يشكك في هذا أحد وهنا حتقول لأ ده بينافق السلطان أو بينافق الكلام كلام يعني لا يصدر إلا من حد مختل عقليا إذا شك واحد في المليون في سمحة المفتي الأستاذ الدكتور شوق علام الرجل الصالح الذي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فهو دوت يا جماعة اللي قال لكم هذا الكلام فهو الرجل بيقول لك الله ده كل علماء المعاصرين من الأزاهرة والمؤسسة الدينية والمؤسسة الأزهرية قالوا هذا الكلام أنت صبتوا دولة ومسكتوا في الشيخ خلادي الجندي ده حاجة غريبة جدا وفعلا أنت الوضع مستغرف جدا أنت بترد علي أنا يا عم روح رد عن المفتي يا عم روح رد على مجمع البحوث الإسلامية يا عم روح رد على الهيئة كبار العلماء يا عم روح رد على الشيخ الأزهر يا عم روح رد على المجلس أعلى الشؤون الإسلامية يا عم روح رد على المحققين من العلماء الفتاح للي كلنا بنتتلمز على أيديهم وحباهبنا وسيادنا وتج رؤوسنا يعني جزاوا الله خيرا رده كان نطيف جدا هنا بقى طبعا الأستاذ الدكتور أحمد عادل الحياة آي الكلام بيقول كلام الشيخ صح لأن الذين استندوا إلى تحريم فوائد البنوك اعتمدوا على تكييفه بأنه ربا اعتمدوا على تكييفه يعني يا اللي مش عارف التكيف مش التكيف ال費用 يعني التكيف يعني اعتمدوا على تصوير المسألة اعتمدوا على تكييفه بأنه ربا ده كلام غلط بيقول يعني فقال الشيخ بأن الربا حرام ومنكر ذلك كافر لكن فوائد البنوك من المعاملات المستحدثة التي لم يرد فيها نص ادي كلام بصي بقى لما الكلام بيوزن عند العلماء بيبقى فاهم المقصد الكلام ايه لما نقول يا جماعة انه ربنا بيقول وحل الله البيع ما قالش وحرم البلوك وحرم الربا يبقى انت تعمل ايه انا قصدي ان احنا نتفرغ الاول لتعريف الناس الربا عرفوا الناس يعني ايه ربا وبعد كده قول بقى البلوك ولا لا بالزبط كده زي ما انت بتجي تقوله ايه ما تقولش الطبق ده مسموم تقولش طبق ده مسموم لا يا فندم انت حضرتك الاول حتقوله الطبق ده مسموم ليه علشان ديبقى عارف السم فين والسم ايه فالتحضرتك بتقوله انه البلوك ربا البلوك ربا البلوك ربا البلوك ربا يعني انت بتطعم في شعب مصر كله بقى الحقيقة وبتطعم في نفسك على رأي الدكتور مولوك عطيه برضو حرجع له تاني عجبني اوي قالك ده البجامة اللي انت لابسها عملها شركات ومصارع واخده تمويل بنكي والشارع اللي انت ماشي عليه الاسفلت اللي ما تسافلت به معمول بتمويل بنك يعني البلوك اصبحت ضرورة حياتية خاصة بعدما خربت الزمام وتغيرت الضمائر انما حتيجي تدي الفلوس لاخوك ابنمك وبوك طبعا انا عارف ان فيه استثناءات لكن بشكل عام حياة كل الفلوس انتهت بقصة كلها واموال اليتامة بتضيع والارامل بفلوسهم بتضيع وبعدين انت بتطالب الارمالة انها تحط فلوسها ومن غير فوائد والبنك هو اللي حيستفيد وحياخد الفوائد لنفسه والايتام بيضيعوا بسبب الفتوى بتاعتك وبعدين خد بالك من حاجة خطيرة جدا اذا كنت انت بتتهمني ان انا احلم احرم الله فانا بتهمك انك تحرم ما احل الله سهلة افهموها بقى حقولها تاني اذا كنت انت بتتهمني ان انا بقى احلم احرم الله فانا بقى بتهمك انك تحرم ما احل الله يا ترى اللي اتنين زي بعض ولا لا ليه انت لما بتكونش بتحرم ما احل الله سهلة هي وبسيطة جدا مين اللي بيحرم ما احل الله وحكمه ايه بس هو ده السؤال اقروا كده بقى ما هو نفس ده ده والعزو بالله اللي بيتعمد انا مش هقول بقى اللي بيعمل كده لا اللي بيتعمد تحليل ما احرم الله او تحرم ما احل الله فهو كافر خارج من الملة لانه زي ما ربنا قال انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحربونه عاما الى اخر الايات فطبعا عجبني جدا الكلام اللي قاله المحترم الاستاذ الدكتور احمد عادل عالم عالم وبيتكلم كلام موزون فبيقول والذي استقرت عليه الفتوى ان الايداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة وليست القروض التي تجر للنفع المحرم ولا علاقة لها بالغبة والذي عليه التحقيق والعمل هو جواز استحداث عقود جديدة اذا خلت من الغرر والضرر وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 وحكم الحاكم يرفع الخلاف فليست الارباح حراما لانها ليست فوات قروض وانما هي عبارة عن ارباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح اطرفها ولذلك يجوز اخذها شرعا والله سبحانه وتعالى اعلم وفوائد البنوك ليست تربة وهذا رأيي الامام الاكمر وهيئة كبيرة العلماء ومجمع البحث الاسلامية والمجلس اعلى والشؤون الاسلامية ووزارة الاوقاف وضر الافتاء والدكتور علي جمعة والدكتور سعد الالي والدكتور مبروك عطيها والشيخ خالد الجندي أصدني كده كلام واضح علشان بس حضرتك ما تخليش حد يعني من هؤلاء الموتورين المتزبزبين المتسلطين اللي بيحاولوا اللي هما أوصياء أوصياء الدين يحاول ان يعكر عليك رزقك الذي رزقك الله تبارك وتعالى به ويحفظ لك مالك ايضا وفي نفس الوقت انت عاوز تخرج من الخلاف قولي يا سيدي قضية خلافي في علماء أباح وفوائد المنوك وفي علماء حرموها قلبك مرتاح لإيه للي حرموها ما لكش دعوا باللي أحلوها والناس اللي أحلوها قلبك مرتاح لإنه أحلوها يبقى ما لكش دعوا باللي حرموها يعني يريد كل واحد يختار المنهج الذي يراه متوافقا لدينه ومتوافقا لعرضه ومتوافقا لنفسه ولا يشكك في زمة وضمير وإسلام المخالف في الرأي يا سادة لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال الادعاء بأن هناك من يحل الربا الربا كبيرة من الكبائر ومن أجاز الربا فهو كافر وخارج من الملة فالذي حرم الربا هو الله ولكن يبقى السؤال هل أنواع التعامل البانكي هذه هي الربا المقصود أم أن هناك ربا آخر سبقا وأجبنا على هذا السؤال وقلنا هو نوع واحد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنني بقى بعد كلام النبي ما تجيش أنت تعدل تقوله لا يا رسول الله أنا عندي أنواع تانية بس أنت ما خدتش بالك أعوذ بالله هذا كلام لا يقول إلا مجرم خارج من الملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه صدقت سيدي يا رسول الله فاصل ونواصل ابقوا معنا أحيانا يا جماعة بتلاقي نفسك يعني مضطر أن أنت تدخل معترك ما أنتاش عاوذ تدخل إليه لكن هو أنت بالضرورة لازم حضرتك قصدي بلد وده مش كلام في السياسة أوعي تنسوا الموضوع دوت الكلام في السياسة أنت بتتكلم عن علاقة مصر بالدول الأخرى وده مسائل تخضع لأهل السياسة إنما احنا شأن العام ده موضوع يخصينا كلنا ومن الموضوعات اللي تخصينا كلنا الحقيقة التصريح المسدد اللي هو قاله السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف حول موضوع أو سبب من أسباب التنظيم الأسرة أو وجوب التقليل من العدد اللي يعني اللي احنا بتولينا به حقولي بتولينا به لأنه ما بيوضفش حاجة وسيبك بقى من الكلام الهكس اللي بيقوله لك يقولك بعض الناس يقولك إيه الصين طب ما تشوفوا الصين عددهم قد إيه يا فندم لما حضرتك تاني لما حضرتك تتعلم تقف في الطابور زي الصينيين يبقى تكلم واستشهد بالصين لما حضرتك تتعلم النظافة والسلوك زي الصينيين يبقى أعمل زي الصينيين لما حضرتك تقبل إن اللي بيفتح درجه أو بيرتشي يتحكم عليه بالإعدام زي ما بيحصل في الصين يبقى حضرتك يستدل بالصين لما حضرتك تصحى من الساعة خمسة صباحا عشان تنزل تشوف شغلك وتشتغل على الأقل على الأقل خمستاشر ساعة في اليوم يبقى تكلم من تستدل بالصين لما حضرتك تقبل إن كل شعب يلبس أميس واحد أو جاكت واحد أو توب واحد وما تقعدش حضرتك تتفنن في الملابس بتاعتك اللي أنت حريص على إنك تكون على الموضة يبقى تكلم عن الصين لما حضرتك تقدر تتحرم من كل القنوات الدش وقنوات وتقبل الكلام ده وتبقى قابل إنه شبكة نيطة داخلية غير قابلة لانفتاح على العالم الخارجي ها يبقى تكلم عن الصين لما حضرتك تقبل إنه ما فيش ولا فرانشايز اللي هو المحلات الموجودة بتاعت الأمريكان اللي موجودة في كل حتة في الهامبورجر وفي الماكدونالد وفي الهودوج وفي ما عرفش إيه والحاجات اللي هي الأنواع الكتيرة بتاع لو قبلت إنك تعيش من غيرها يبقى تكلمني عن الصين إنما حضرتك بتاكد من الصين ما خدتش من الصين إنتاج وما خدتش من الصين نظام وما خدتش من الصين نظافة وما خدتش من الصين انضباط وما خدتش من الصين أنظمة وما خدتش من الصين أحكام شديدة القوة ومش حقول العنف لأن هم أضرب بشؤونهم ما خدتش من الصين كل ده وجاي بتاخد من الصين العدد يعني انت حل مشكلتك عدد حل مشكلتك هو العدد طب لو حل مشكلتك هو العدد هل تستطيع استقبال ضيوف اكتر من العدد اللي مرتك تقدر تعملهم اكل فيه هل تستطيع ان حضرتك تربي هذا العدد اللي انت جبته هي المسألة هي المسألة ايه المسألة مش انتاج اولاد المسألة ان انت انا الناس ما عرفتش ان في حاجة اسمها تربية للأسف الشديد ما فيش حاجة اسمها تربية لما واحد شيخ من بتوع السلافيين دول طالع يقولك أنا عندي 17 ولد وما تسمعوش كلام تنظيم الأسرة أنا مخلف 17 وبيتبهى بهذا في مقاطع موجودة على اليوتيوب تخيل حضرتك يعني شيخ من الناس اللي لهم قطيع اللي تباحهم يقولك إيه أنا عندي 17 طب عندك 17 السبعتاشر دول حتربيهم إمتى أنا اللي حربهم لك يعني هو مستني من الحكومة ربهم له هو مستني من أن الجران اللي حربهم له طب هو ما هو ما يخدش باله أن كل بنتي من أولاده أو كل ولد من أولاده محتاج يقوله صباح الخير يا ابني أو مسأل فول يا بنتي أو يطبطب على دي ده لو طبطب على كل واحد نص يوم راح ده ما راحش الشغل خلاص أنا مش بتكلف يا أخي ده يا جماعة يا جماعة من فضلكم بلاش تهريج في أمور حقيقة في منتهى الجدية ربنا بيقول في كتابه العزيز وقل رب رحمهما كما خلي فاني لا طب نشوف حل تاني وقل رب رحمهما كما على فاني كما أكلاني وقل رب رحمهما كما إيه كما ربياني صغيرة إيه بقى اللي قاله الدكتور مختار جمعة الكلام مهم جدا وقال بالنص كده المصر اليوم نقلين المقطع بتاعه بيقول كسرة الإنجاب تؤدي إلى زيادة نزمة الطلاق لأن إنجاب المرأة أكثر من مرة يؤدي للتأثير على جمالها ونظارتها وبالتالي زيادة نزمة الطلاق ده تحليل رائع حضرتك تقول يا سلام يعني أنت بتدار على جمالها ما ندتابعا أنت بتوعى تجاوز واحدة ثانية واحدة ثالثة واحدة ربعة ولا إيه بجد الكلام أصاب كبد الحقيقة إن جاب كتير يؤدي إلى مشاكل أكثر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاصل ونواصل ابقوا معنا لحظت أول في سورة النبأ إن المولى سبحانه وتعالى بيكلم على العذاب اللي أعده للمجرمين وبيتكلم عن النعيم اللي أعده للمتقين إنما عجبني التوازن العجيب أو اللفت نظر التوازن العجيب ما بين عدد البلاءات والأنواع العذاب اللي أعدها لأهل جهنم وعدد النعيم اللي أعده لأهل الطاعة وفصل بينهم إزاي رح عامل إزاي قالك إن جهنمك كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغصاقا جزاء وفاقا لو أنت بصيت كده حتلاقيهم أربعة شيء عجيب يعجز عجيب في سورة النبأ عما يتساءلون يقولك إن جهنمك كانت مرصادا طيب ربني يكفينا يكفيك وشرة مالها فيها إيه إيه أنواع العذاب اللي أعد فيها فيقولك إيه إن جهنمك كانت مرصادا لطاغين مآبا المآب اللي هو المرجع اللي لابثين فيها أحقابا أحقابا يعني مدة طويلة لا نهاتة له تمام يعني مش هيخرجوا منها ده بتكلم على الكافرين ها لا يذقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا لا يذقون فيها بردا ولا شرابا أدي ثلاثة يعني ما فيش حاجة تطر عن قلوبهم وحاجة كلام خطير جدا إن جهنمك كانت مرصادا للطاغين مآبا هو عمل حط المكان قبل الضيف إن جهنم كانت مرصادا وبعدين للطاغينة مآبا ما قالش إن الطاغينة لهم جهنم لا جاب جهنم الأول لأنه وهذا واضح وده كلام لأنه ربنا يحب قال لا يدخل النار أحد سبحانه وتعالى علشان كده بيحذرك منها قبل ما حضرتك تتفاجئ بيها علشان ما يجيش الطاغين دول ويقولوا إيه ده محدش قال لنا إن فيه جهنم لا يا فنم ده قال لك قبل ما انت ما تقع في الورطة إن جهنم كانت مرصادا وطبعا كنت مرصادا واحد بيترصد واحد فهي النار عارفة كل واحد ومكانته إيه ورايح فين وجاي منين وقلبه فيه إيه ودوت السبب لو انت خدت بالك قلت لكم في نهاية الحلقة بمبارح إن هي النار الله المقادة التي تطلع على الأفئدة يعني شايفة لقلب كل واحد جواه إيه يعني شيء خطير جدا بمعنى إيه تخيل حضرتك لو ناس طبور وقفين خارجين من الطيارة كده وبتوع البحث عن المخدرات جايبين كلاب مدربة لليشموا ريحة المخدرات تخيل لو واحد حاطت في جيبه حتة مخدرات وشايف الكلب حيقرب منه حيعمل إيه شوف الرعب وهو عارف إن الكلب ده بيشم ريحة المخدرات فمش هتقدر تغمزه بحاجة تكرمش لورقة بعشرين مش هتعرف ده حيهبشك حيهبشك انتهت القصة خلاص فتصور لما تكون الخاصية بتاعة النار نفسيها عارفة قلبك جواه إيه غش غل حسد رياء ضغينة حقد قلبك في كبر علشان كده سيدنا إبراهيم برضو الأنبياء دول عندهم أدعية زكية جدا يقول إيه ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب هه ايه بنقصين سليم قلبك سليم حتعدي لأن النار ده هو أوتوماتيك النار أوتوماتيك عارفة صحابها تروح طرعه شوف ناس صد منك وناس وراء منك وبتروح طرعه واخدهم وناس ده لها كلاليب لها عرق بتخرج والناس معدية من فوق الصلاة وكل واحد بقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم وتفضل بقى حضرتك تفتكر حاجات أن أنت تغليت من فلان وقلبك سود من فلان وتكبرت على فلان وحسدت فلان وتخيل حضرتك الناس وقال شين طبور والقديم منك بيتخطف والقديم منك بيتخطف يا جماعة لا يتخيلوا عقل ورب الكعبة حاجة يعني اللهم احفظنا فبيقول إن جهنمه كانت مرصادا للطاغين مقابا مرجع يعني المستقر بتاعه فيه فالمقاب هو المرجع فلان ذهاب وإياب قاب يعني رجع نشوف كتاب المنتخب في التفسير قالها ازاي إن جهنمه كانت موضع رصد يترقب منه الخزانات أهلها طيب للطاغين مقابا أي للطغاط المتجبرين مصدرا سيئا يجازون مصيرا آسف مصيرا سيئا يجازون فيه بما انتهكوا من حدود الله وحرومات العباد عمال تشتم لي بس شاطر على السوشال ميديا وتشير بس تفضل يا عم تفضل اشتم يا عم اشتم في خلق الله واشتم في المشايخ واشتم في العلماء وأهل الله اشتم زي ما انت عاوز تمام تمام لابثين فيه أحقاما أي ماكثين فيها ظهورا متتابعة لا ذقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يذقون فيها نسيما ينفسوا عنهم حرها ولا شرابا يسكنوا عطشهم فيه اللهم سلم اللهم سلم إلا حميما وغصاقا جزاءا وفاقا لكن يذوقون ماءا بالغا شديد الحرارة وصديدا يسيلوا من جلود أهله اللهم نجين يا رب انت فهمت اللي تقال فيك الكتاب التفسير المنتخب اصدار المجلس الأعلى للشؤول الإسلامية الكتاب اللي ترجم لتنين وعشرين لغة في العالم حاجة يعني أوسع تفسير قلت لك تفسير حضرتك المبتدئ تفسير المنتخب هو ده تقدر تقول منه لولادك وتحكي لمراتك واللي داخل في الإسلام جديد يقدر يقرأ ببساطة واللي لسه واللي مش عربي اللي هو الأجنبي يقدر يسمعه ويفهم الكلام ببساطة المستوىك عالي بقى عوز تتعمق وتعيش في حضائق التفسير وفيه كتاب لا يستغنى عنه عالم ولا متخصص ولا باحث ولا قارئ ولا عطشان تفسير اسمه التفسير الوسيط بتاع سيدنا الولي التقي رضي الله عنه فضيلة الشيخ المرحوم سيد طنطاوي رضي الله عنه وأرضاه الله يرضى عنه ويرحمه الشيء التفسير الوسيط ده هايل يا جماعة هايل يا جماعة فوق هايل كمان تمام إنما بقى الناس اللي هي بقى إيه اللي زي تقول لكم عليه الدكتور رحمد عادل السمحة البفتي الدكتور شوق علام الدكتور المختار جمع وزير الأوقات الشيوخ كبار الشيوخنا يشتغل بقى إيه التحرير والتنوير للطهر بن عشور ده مستوى تاني ها كل حاجة اللي هي مستوى فشو بقى نرجع مرجوعنا ربنا بيقول في كتابي العزيز وهو أصدق القائلين إن جهنمه كانت مرصادا للطاغين مقابا يعني كلمة مرصادا عرفنا معناه ده أنت مرصود وحد يقولك ده أنت مرصود بقى ده رصدك ده واحد عارف عارف أنت فينه وعاملها عن أصد للطاغين مقابا والطاغين اللي هم مين الطاغي اللي هو الظالم اللهم محفظنا يعني كل واحد فينا يشوف ظلامت حد تنطبق الآية إنفت بجلدك لابسين فيها أحقابا أحقابا قلنا مدة طويلة زي ما التفسير قالك لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يعني المسائل الطعام والتغذية موجودة في جهنم وموجودة في الجنة إنما في جهنم موجودة إيه حاجة تانية خالص الطعام الزقوم يشرب من غسلين يأكل ويستغيثه يغاسه بماء كالمهل يشهل اللهم احفظنا يعني والله يام الدنيا ما تستهلش عشان كده قال جزاءا وفاقا وفاقا ما ظلمهمش ربنا ليه واحد إنهم كانوا ليرجولنا حسابا اتنين وكذبوا بآياتنا كذبا لبيتمنى يبقى فيه حساب والتاني حاجة بيتلامدوا بيكذب طب انت مش فاهم اتعلم الأول وكل شيء أحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا طب ايه بقى لربنا سبحانه وتعالى جلت قدراته وتعالى آياته أعدوا للمتقين شوية هدايا تستهل بقكم وادنكم وإن شاء الله تسمعوها بكرة بمشيئة الإله الحق نتمتع بنعيم الجنة اللهم أدخلنا الجنة ولا تقربنا من النار اللهم اصرف عنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن شارر النار ومن أهل النار ومن زرقة وجوه أهل النار ومن تلاوم أهل النار ومن رؤية زمانية أهل النار اللهم أدخلنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل صلى الله عليك يا سيدي يا كاشف الغمة يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا